حالة من التخبط وقليل من المراوغة يعرفها الأمين العام لأكبر تكتل نقابي عملي في الجزائر سيد السعيد الذي لم يستقل إلى حد الساعة ضاربا كل المناوئين له عرض الحائط أحدث تطورات التي يعرفها التنظيم النقابي اليوم مؤتمر يعلن فيها عن استقالة سيد السعيد خاصة بعدما سر هذا الأخير لمحيطه عن نية استقالته بسبب ضغط الشارع وغضبه الشديد على رمز من رموز النظام المغضوب عليهم إلا أن جلسة المؤتمر جاءت مخالفة لكل التوقعات هو ما تقالش هو تصرح مانيش مترسحك وصرح فيه ورنو كلكم على باكم المؤتمر في ذاك الوقت المؤتمر لما يقيم سيد السعيد ويتحاسب ويقدم الحساب أمامه ويقدر تقرير الناشط وتقرير الأدبي وتقرير المالي لأنه يستقل سيد السعيد الآن هذا هروم من المسئولية جلسة تم تحديد تاريخ للمؤتمر الثالث عشر المزمع عقده يوم الواحد وعشرين والثاني وعشرين جوان القادم والذي سيستبق تاريخ الأصلي المزمع عقده شهر جنفي سنة الفين وعشرون كان اليوم نقطة واحدة فقط وهو تحذير المؤتمر الوطني الثالث عشر الذي كان أو المدة القانونية مدة قانونياته الحقيقية تنتهي في جنوبي الفين وعشرين إلى أن اللجنة التنفيذية الوطنية ومن خلال اللجنة التنفيذية اللجنة الوطنية التحذيرية للمؤتمر قررت أنها تسبق تاريخ المؤتمر وحد التاريخ 21-22 جوان لنعقاد المؤتمر الوطني الثالث عشر سيد السعيد الذي بات يتخبط بعدما أربكه حراك الثاني عشرين فبراير وأخلط جميع أوراقه ها هو اليوم يراوغ لكي يضمن على الأقل اتلاف أدلة سوء تسيره إن لم نقل فساده لمدة عشرين سنة